شهد أكثر وقعا من تكرار الهتاف المطالب بالقضايا على الفساد يثقل العراقية بالتعب وخروج العراقيين من البيوت إلى الساحات خروج معلوم لأجل صناعة تغيير في نظام لم يعد لهم القدر على تحمل اختلافات سياسية الذين يصنعون في كل جولة تنافر وصراع ضربة للاقتصاد وأخرى تغرق المواطنة في غيابات كثيرة من بينها تقديرات البنك الدولي لنمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5.4% في المتوسط سنويا بين عامي 2022 و2024 لكنها نسب تحيطها المخاطر التي وجهت ضربة صاعقة من فوهة الشلل السياسي الذي ينهي عامه الأول في البلاد ضربة قتلت نمو موازنة جديدة بفعل تأخر تشكيل الحكومة وعلى الرغم من تشريع قانون الدعم الطارئ في حزيران الماضي بقيمة ما يقارب 17 مليار دولار إلا أن نتيجة غياب الموازنة ومشاريعها جعل العراق يغرق في قائمة 6 ملايين عاطل عن العمل فهؤلاء الذين خرجوا لأجل تغيير نظام سياسي أصبحوا محاصرين في مطالبات شائكة بفعل تأزم الإنسداد السياسي الذي أثقل كاهل الاقتصاد وأغرق العراق في خسارات قدرتها الأمم المتحدة ومنظمات دولية بنعدام فرص النمو الاقتصادي وخسارة البلاد فرصاً استثمارية كبيرة وتوقيع عقود مع شركات كبرى لم تتحقق على أرض الواقع إذن يكتب العراقيون رسائل الإحباط بصناعة التغيير بعد يقينهم الكبير بأن بحث السياسيين عن حل للأزمة أوقعهم في فخ أزمة أكبر أي أن السياسيين بوجهة نظر شعبية خالصة لم يستجيبوا لطلب الشارع كمن يضع القطن في الأذن وتسببوا بمعضلة اقتصادية أكبر بدلاً من أن يشرعوا بمصالح البلاد حتى وإن كانت شعاراتهم تحمل عنوان تغيير الأوضاع إلا أنها شعارات لم تشغل عاطلاً أو تشبع جائعاً